بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب إذا ضاقت بك الحياة استمع معي لهذه الآيات حقيقة القرآن كله يفرح القلب القرآن أخي الحبيب كتاب فرح كتاب سرور كتاب طمأنينة هذه آية كريمة أود أن تستمع معي إليها وتطبقها الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اليوم العالم كله يسعى لاطمئنان القلب العالم كله يسعى للفرح والسعادة المتمثلة في اطمئنان القلب لأن أي مشكلة نفسية أو اجتماعية أو مشكلة في العمل أو في البيت فإنها تشكل ضغطا على قلبك لذلك عندما يطمئن قلبك هذا يعتبر مدخل للسعادة إذن أول شيء يجب أن تذكر الله سبحانه وتعالى كلما ضاقت بك الحياة أذكر الله أعلى أنواع الذكر هو القرآن لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالقرآن هو الذكر لذلك يمكنك أن تستمع لآيات من القرآن يمكنك أن تقرأ آيات من القرآن يمكنك أن تتأمل وتتذبر أي سورة من القرآن صدقني القرآن كله يفرح القلب الإنسان الذي يتذوق طعم القرآن الكريم حقيقة لا يأنس ولا يسعد بشيء كمثل سعادته عندما يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى أنت عندما تستمع لكلام الله أنت تشعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى لذلك تشعر بالطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه الآية الأولى التي أود منك أخي الحبيب أن تحفظها تقرأها وتطبق ما جاء فيها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذن أخي الحبيب طبق هذه الآية منذ هذه اللحظة وضع في اعتبارك ضرورة الاستماع للقرآن حتى وأنت نائم إذن الآية الأولى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الآية الثانية التي أنا شخصيا ألجأ لها كلما ضاقت بي الأمور الله سبحانه وتعالى يطمئن عباده ويقول لهم يأمرهم أن يفرحوا يعني القرآن يأمرك بالفرح لا حزن في الإسلام لا يوجد حزن الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إذن قل يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرهم عن أمرين بفضل الله وبرحمته طيب أنا عندما تضيق بي الدنيا أنظر لحاسة البصر وحاسة السماء وقدرتي على الكلام وقدرتي على الطعام وقدرتي على الحركة وقدرتي على الصلاة هناك أناس حرمهم الله نعمة السجود لا يستطيع أن يسجد هناك إنسان حرم نعمة الطعام يأكل من خلال أنبوب محلول هناك إنسان حرم نعمة البصر لا يرى شيئا هناك إنسان حرم نعمة الكلام لا يستطيع أن ينطق هناك إنسان حرم نعمة السمع لا يسمع تذكر فضل الله عليك عندما وهبك هذه النعم أنه لم يحرمك من هذه النعم الأساسية تذكر نعمة الله عليك أن جعلك مسلما أن جعلك تقول الحمد لله هذه أكبر نعمة إذن قل بفضل الله وبرحمته من رحمة الله بنا أيها الأحبة نحن نعيش في رحمة الله أنظروا معي إلى كورتنا الأرضية كوكب الأرض كم يحيط به من كوارث يصرفها الله عنا ولا نشعر هذا من رحمتنا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم تخيل لو أن هذا الغلاف الجوي المحيط بنا وقع على الأرض فجأة اختفت الجاذبية ووقع على الأرض ما الذي سيحدث؟ ستنتهي الحياة ستدمر تصور لو أن هذه الأرض انفلتت من مسارها وذهبت في ظلمات الكون وصقيع الكون سنموت متجمدين يعني مخاطر كثيرة تحيط بنا يصرفها الله عنا سبحانه وتعالى طيب هذا الإله يجب أن نفرح بهذه الرحمة اليوم أيها الأحبة إذا انقطعت الماء أو الكهرباء عن بيت لا تستطيع أن تعيش طويلا يعني فقط الماء والكهرباء ما بالك ببقية النعم لذلك أنت محاط بالنعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار هذا الإنسان يظلم نفسه ويكفر بنعم الله يجحد نعم الله لذلك أخي الحبيب عندما تضيق بك الدنيا اجلس قليلا دقائق وحاول أن تفكر بالنعم التي أكرمك الله بها وأن تقارن نفسك بإنسان حرم من هذه النعم فعندما تتذكر نعمة الله عليك تفرح لأن الفرح يأتي بعد الإحساس بالنعمة أنت ما الذي يجعلك مكتئبا الآن ما الذي يجعل صدرك ضيقا هو فقدان الأمل بالدرجة الأولى لأن الإنسان إذا فقد الأمل شعر بالتعاسة والكآبة والضيق وبالتالي القرآن هنا يمنحك الأمل والفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون خير من هذه الدنيا التي أنت تهتم بها والتي ستغادرها بأي لحظة أنا وأنت وأي إنسان معرض أن ينتهي أجله بأي لحظة ويغادر هذه الدنيا ويذهب إلى عالم البرزخ يذهب للقاء ربه سبحانه وتعالى لذلك إذن قلنا الآية الأولى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذن كل القرآن هو طمئن للقلب الآية الثانية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون الآية الثالثة التي أنا شخصيا أحب أن أتذكرها كلما تعرضت لموقف فيه ضيق أو فيه نوع من اليأس فيه نوع من الحزن نوع من الهم مشكلة لا تجد لها حلا تستعصي عليك أتذكر كلام سيدنا يعقوب عليه السلام ونحن نعلم أن سيدنا يعقوب يعني من الصابرين من الأنبياء الذين صبروا كثيرا على فراق ابني وعلى أذى أولادي سيدنا يعقوب كان لديه الثقة كبيرة جدا بالله سبحانه وتعالى عندما قال لأولاده بعد أن فقد ابنه يوسف وفقد أخا ومضى عشرات السنين والكل أعتقد أنه لا عودة لسيدنا يوسف يعني رغم من ذلك ماذا قال يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه هنا هنا الشاهد ولا تيأسوا من روح الله أريدك أن تتذكر هذه الكلمات دائما تخاطب نفسك بها ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إذن أخي الحبيب هذه الآية فعلا تمنحك السعادة والطمأننة لماذا لأن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من رحمته كفر جعله كفرا ربط اليأس بالكفر لأن المؤمن لا ييأس من رحمة الله اليأس من رحمة الله كأنك أنكرت وجود الله أنكرت قدرة الله والصفات الله أنكرت أن الله قادر أن يرزقك الله قادر أن يشفيك قادر أن يحفظك أن يحميك من الشر أن يبعد عنك الأذى قادر هذا الإله العظيم فأنت عندما يأست منه كأنما أنكرت وجوده لم تعترف به وبالتالي أنت دخلت في الكفر ولا ياذب الله لذلك هذه الآيات الثلاث أنا بالنسبة لي أعتبرها يعني مفتاح للسعادة مفتاح للأمل وكما قلت لكم أحبة في الله القرآن كله خير وكله فرح وكله سرور وكل آيات القرآن هي طمأنينة للقلب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر